السلام عليكم معكم طلال نقار بتابع معكم بعرض حالات نقص الصوديو وصلنا لحالة رقم 25 عندي مريضة عمرها 77 سنة جايتني بتقييم عم نقييمها بسبب عندها generalized weakness يعني ضعف عام لمدة اسبوعين تقريبا بهذا اليوم فاشكلت وقعت على رجلة أو ربما يعني وقعت على السجلات دي فصاف عندها مرة ومرة ووحدة سقوط fall down في عندها COPD سابقا كانت مدخنة مدخنة للتوباكو للسقائر أدويتها تشمل الدلتازين وتشمل hydrochlorothiazide ما هي فبرايل ضغطها 146 على 62 ما عندها orthostatic changes نبض الأب عندها 88 ووزنها 55 كيلو she's in good spirits يعني عندها معنوياتها عالية لكنها confused في عندها تخليط فحصها remarkable أو remarkable في عندها شوية increased work of breathing هي COPD patient عندها scattered wheezing شوية وزيز نقص في السمع الأصباط النفسية فحص القلب والجوغلر فينس طبيعي وما عندها وذمات محيطية هذه تحاليل الدم عندها الصوديوم 108 منخفض بوتاسيوم 4.2 كلورايت 70 البايكارب 25 البيوين 8 الكرياتين 0.5 الأوزمولاليتي 226 بالنسبة لتحاليل البول الصوديوم 60 البوتاسيوم 82 الأوزمولاليتي 368 فسوف نحن عندنا نقص صوديوم هايبوناتريميا إذا ترو هايبوناتريميا الأوزمولاليتي ممتخفضة هايبو أوزمولار هايبوناتريميا فهي ترو هايبوناتريميا بالمقابل استجابة البول غير متناسبة in appropriate 368 مرتفعة فهذا دليل إنه ال-ADH عالي عند هاي المريضة السؤال إنه شو هو الخطوة الأفضل بهاي المريضة طبعا مريضة عنده confusion in addition to discontinual hydrochlorothiazide إيقاف ال-hydrochlorothiazide وإنه نحط على fluid restriction 1 liter per day ما هو أفضل خطوة تالية لهاي المريضة؟ إنه أعطيها 3% saline 50 ml per hour من مدة 6 ساعات إنه أعطيها سيروم نظامي 200 ml بالساعة لمدة 6 ساعات إنه أعطيها 3% saline 100 ml بالساعة لمدة 6 ساعات أو أعطيها 500 ml بولوس 500 ml من النور السالي مرة واحدة شو هو التشخيص كان المريضة التشخيص مرة ثاني سيفير هايبوناتريميا سيادتش أنا أعطيها تشخيص سيادتش لأنه في عندي true hyponethrin مع ارتفاع باوزمولاتي وكلينيك لي هي EO volumic فهي أعطيها تشخيص سيادتش هي سيمتماتيك فهو شو هو التدبير الأفضل لهالحالي شو بتختاره بين الخيارات الأربعة؟ طيب رح أنا جاوب مثل ما جاوبوا الجاوب أنا سؤال مو مفتراعي أكيد يعني أنا ناسخ ونسخ بس أنا باعترض على جواب الأسئلة لأنه كل الخيرات بالنسبة لي غلط صراحة السبب ببساطة أنه هاي الميدة تحت خطورة التصحيح السريع للسوديوم عندها hydrocrothiazide هي بتاخد مدر والسوديوم بتبعها 108 وعمرها كم عملها 75 سنة، 77 سنة شيئس فيميل فهي تحت خطورة الأوركوريكشن الأكواريسيس أي خيار من الخيارات الموجودة ممكن يعرضها الأكواريسيس الصوديوم يطلع عندها بسرعة وتقع بمطب أن أنت بدأت تصحيح الصوديوم هلأ هنا نختاروا صراحة جواب A نخينا نشوف ليش نختاروا الجواب A اختاروا الجواب A أنك تعطيها 3% 50 ml بالساعة لمدة 6 ساعة هلأ ربما الـ 50 ml كأني أنا عمعطيها 100 ml بولوس وكررها 3 مرات تقريبا نفس النتيجة هلأ نظريا هذا المقدار ما حيرفع الصوديوم كتير قليلا بقى نشوف شو شرح الجواب الجواب بالنسبة لهم هي عندها XSADH غالبا سببه الـ Volume Deptation من الثيازايد ومن COPD بسبب السيادتش اللي عندها ربما يعني مريضة سيادتش ثيازايد اندوس هايبوناتريميا بسبب ربما أنه يفي عندها هايبو فوليميا وإن كان فحصا ما فيه ما بيدل على هذا الشي هايبو فوليميا هايبو فوليميا هايبو فوليميا هايبو فوليميا تأخذ ثيازايد وبما يكون فيه عندها السيادتش هلأ لو كانت هايبو فوليميا هي السبب للهايبو ناتريميا فممكن ينسي فيها رابط correction لو صلحت للـ Volume فأنت لو عطيتها أي من خيارات الأربع الصراحة هتصلح للـ Volume والتالي ممكن تصلح لـ فكتير شوي يعني يكون حذر بالموضوع غالبا متل ما رأيه حاطت السؤال هنا سيادتش فيه بسبب السيادتش فوالتالي واحد دعم يكون حذر هلأ شدة الأعراض وجود الأعراض وجود الأعراض مع تلابد من تصليح سريع للـ Sodium لابد ان اصلح بـ aggressive مش سريع يعني aggressive هلأ لو انه بدنا نطبق قاعدة الأربع للستة ميك بالليتر الجواب الاصح هو حيكون الـ 60 أو الـ 50 ml بير اوار لمدة ست ساعة يعني كأنه عطيتها 100 ml وكررت البولست ثلاث مرات هتشوفه بالحسابات ان هاد الكلام صحيح بس يبقى في مشكلة وحتشوفه بنهاية السؤال شو تعليخي عليها شو هنا عم نحكي ما كتير هلأ القاعدة هي اذا تذكروا انه Delta Sodium هي الـ Infused Sodium Plus Potassium Minus عفوا Total Body Water Minus 1 أو Plus 1 فا انت لو غيرت القاعدة يعني قلبت المعادلة فوق وتحت بتصير حجم السائل اللي لازم انا عوضه هو Delta Sodium هي نفس القاعدة بس هنا عم نغير الطرفين بالوسطين وحطينا الـ Volume Infused بدل ما نعتبره واحد حطينا الـ Volume كله بحيث انه نعرف قدش بتضبط البادنا من السائل طبقتنا الـ Volume Infused هو هاد الحجم اللي بدنا اياه من السائل اللي هو الـ 513 اللي هو الـ 3% الـ Delta Sodium حطيتها 6 total body water الميضة عندي وزنة مثلا هي طبعا 0.5 ضرب وزنها الحقيقي لانه هي وومن هي مريضة والمناسبة لبما هي المريضة انا بالذات لو كانت لقيتها شوي يعني وزنها منخفض او ممكن اطبق قاعد 0.45 لانه هي اكتر منسبة الماء بجزء الماء اقل انه هي من المسنة والـ Infused Sodium ما هنعطيها أي بوتاسم والـ Infused Sodium من 513 فهيك هتكون القاعدة هي Volume 2 6 x 0.5 اللي هي الـ كونها امرأة ضرب 55 اللي هو وزنها تأسيم 50.13 حيطلها معنى 32% يعني ثلث لتر من السيروم المركز لو عطينا هون اياها هترتفع Sodium عندها مقدار 6 فانا حسرهم خلال 6 ساعات 300 اميل خلال 6 ساعات 50 اميل هلأ اللي عم يعليق هون تعليق حلو انه لو بما انه 3% بيحتوي صوديوم بلس بوتاسيوم 513 وهذا اكسيد اليورن صوديوم وبوتاسيوم اليورن صوديوم وبوتاسيوم هون كان رجعوا للـ سلايد 60 زائد 80 82 حيطلع 142 بما انه محتوى السائل اللي عم تسربه أعلى من مجموع الصوديوم وبوتاسيوم اللي هو 188 فما في ريسك اني انا الحيبوناتريوم يتدهور بهي السوائل بينما لو طبقت نفس القاعدة بالنسبة للنورمال ساين النورمال ساين حيحوي يحوي صوديوم كمعنا فتطبق لنفس القاعدة كم حجم النورمال ساين لازم تطبقه اللي وصلهم في فاصلة التسعة بالالف وصل في فاصلة التسعة بالالف الليتر كامل فانا بدي اعطيها مثلاً الليتر وسبعين حتى فممكن اعطيها مثلاً 200 امال لمدة ست ساعات فهذا الشيء حيطلع نفس النتيجة اللي عملناها مع 3% 300 امال 3% لكن لو انه طلعنا على الصوديوم وبوتاسيوم وبوتاسيوم صفر الصوديوم 150 بليتر من السيروم النظامي هذا اقل من الصوديوم وبوتاسيوم موجود بالبول اللي هو 142 60 زائد عفواً الصوديوم بوتاسيوم هو بالبول 182 فهو 182 بالبول وهون انا عندي 154 فهو اقل وبالتالي هون لو عطيت الميضة هي سيروم نظامي ليتر الهايبوناتريميا ما حد تحسن وممكن تتدهور بسبب الديسالينيشن وضحت الفكرة رجعوا وقرؤوها ان هذا السلايد خليه او خليت الحادثة رغمه ما مقتنع بالجواب كثير فيه يعني خلال بس هي موضوع الحسابات انه كيف الحسابات طبعاً هون حاصل 142 هاي قطع 180 هي نفسها 180 فانت لحتى تقدر الصلح الصوديوم بتسريب سائل معين لازم محتوى من الصوديوم اكبر من محتوى الصوديوم او مجموعة الصوديوم والبوتاسيوم باليونت 3% بها الحالي حيقدر الثاني ما حيقدر النوم الثاني ما حيقدر مرة تاني انه هادي المعادلة ما بتحسب ما هي بسبب التعرخ مثلا بسبب السهال بسبب اليورين نفسه قدرش عم يضيع صوديوم والبوتر اللي عم يضيع مع اليورين لو بيجر البيشنط بلاش اعمل اكواريسس هي المعادلة كلها غلطة تصير او النتائجها بتكون كلها تغير متوقعة ويذلك هو وانت لازم ترائب الصوديوم كل ساعتين وتغير وتطلع وتنزل حسب تطورات الصوديوم الملاحظة اللي عم يقوله انه هون الميضة كانت صورة عند ميوت ماني حقيقة وانا فعلا بها الميضة انا خايف من رابط كوريكشن في ذلك هو عم يقولهون انه لو انه خلال التصليح لقيت رابط كوريكشن فانت ممكن تعطي دسمو كوريكشن انا بها الميضة معنى اخر هييفترض انه بتعمل شو يسموه ريكتيف ريكتيف ويل برجعو لمخادرات العصبية انا بهي الميضة هكون برو اكتب بعطي دسمو كوريكشن من الاول وبعطيها 3% وما بخاف ابدا من التصليح السريع وبعدين اه بعمل لحتى ما اضمن انه الصوديوم عم يتصخح كما يجب 6-8 مثلا بالـ 24 ساعة الاولى 18 بالـ 48 ساعة الاولى ويعني مثلا 24 خلال الـ 72 ساعة فانا برائبة عالاقل من مشفى منذ 3 ايام لحتى اوصل فيها بالصوديوم لبر الامان ربما اول يوم بيقبل هي جايتني بقبول 108 ساديوم تاني يوم حيكون 114 نومورثان 1-14 تالت يوم ممكن اقبل الـ 120 122 رابع يوم مثلا اصارت 125 وعلى مثلا 128 انا هون ربما وصلت لبر الامان ما عافية للدسمو كوريكشن ما حيصير في عندي ديماريلي نيشن لانتها داك الرو بتمنى اني شرحت الاستراتيجية الافضل واتراضي على السؤال والغاية هي تعليمية والغاية هي حل الاسئلة ابدا ربما نختلف ونتفق يعني لو تمشيت مثل ما بدهم هنين وعملت الـ يعني انت عم ترائب الصوديوم مدام عم يطلع مثل ما بدك فما في مشكلة بس لقيته استفع اكتر من المطلوب عطي دسمو برسين وسرب مثلا ديفاي بوتر أو كده فهي كلها طرق لا تدبيغ الصوديوم ترا ما في فرق كبير بيناتهم بالـ بالريال لايف بس احيانا واحد لازم يكون حذر خاصة بارقام الصوديوم الخفضة الحالة اللي بعدها مريضة وعمرها تسعة وسبعين سنة جاي لـ تسعة وسبعين سنة مريضة عندها بالصابقة المرضية ارتفاع ضغط متخنين مدد أربعين أربعين باكت بالسنة من كمية كبيرة بالتدخين COPD في عندها شوية الزهامر Osteo Arthritis في عندها Non-Alcoholic Stato Hepatitis يعني في عندها الناش اللي هو تبع التشحم الكبد أو التهاب الكبد الشحمي غير الكحولي ناش عندها أصد سقوط متكرر ثلاث مرات القلب الأشهر الست الماضية واحد منهم تسبب بكسر بالكورب عندها بالريليس أدويتها في عندها الـ Larapamide عندها T-Tropium الـ والبوتيرول عندها كالسيوم الـ فيتامين D ما في وردوهم من هادول ممكن نسبب نقصوديم هلأ المريضة هطيناها على حمية يعني على Restricted water يعني إنه ما تشرب مي ليتر يومياً ومع ذلك ما عم تقدر تلتزم فيها لأنه فيها تجاهفات في الفن فما مدعي من هاي الحمية بتصبط حقيقة طلبنا منه ان يكوريج تتويت هاي بروتين دايات نزيد الأوزمولايت لأنه هذا ساعد بطرح الماء الحر من ما بتعرفوه ما أنا قادرة لأنه ما عم تقدر تطبخ لأنه صار تكسر والكورب ورعنتها interesting الآن بالفزيكال إجزام ضغطها 155 على 74 نبض الألب عند 72 فحص الألب بصدر طبيعي عندها وذمات plus one بالقدمين وعندها abnormal gate يعني عندها نقص صوديوم عرضي حقيقة وفيه سقوط متكرر يعني ما فيني يقول أنه أسيم تمت الآن السيروم صوديوم دهها 127 من 3 سنوات و129 من سنتين وحاليا هلا بعده 16 فعنده chronic hyponatremia شغلة مجديدة البوتاسيوم 3.6 البيوين نورمال الكرياتيني الألبومين اليوريك أسيد عندها 3.1 عند السيروم أوزمولايت 272 272 تتناسب معنا الصوديوم فعنده true hyponatremia اليورون أوزمولايت مرتفع 314 أكثر من 100 فعنده ADH secretion فهذه true hyponatremia ما ADH secretion هل عندي هون أنا hyponatremia بالفحص أنا ما عشبت hyponatremia بالفحص فهذه بشخصها سيادتش لهالمريضة اليورين صوديوم 71 والبوتاسيوم 31 مجموعهم 102 وعرفتوا هلا شو أهمية 102 بهذه المريضة شو هو الخيار الأفضل بتدبير نقص الصوديوم المزمن عند هين المريضة؟ هل إني أعطيها يوريا؟ هل إني أعطيها تولفابتان؟ هل أعطيها صوديوم كورايت P.O؟ أو إني ما أعالجها؟ أو إني بريسكرايب أيزوتونيك ثاني؟ هل من المقبول إني ما أعالج مريضة عندها chronic hyponatremia symptomatic سقوط متكرر؟ أظن هات الخيار معنا مقبول؟ الخيار الأخير بريسكرايب آيزوتونيك سالين أظن كون صرتوا متفقين معي إنه هي سيادتش طبعاً وهي تحت خطورة الديسالينيشن إعطاء السالين بها الحالة حيسي لنقص الصوديوم ما هيحسنه ويتها هات الخيار مرفوض الخيار الثلاثة الأولى كلهم مقبولين حقيقة إن جنرال اليوريا مقبولة صوديوم كورايت مقبول والتولفابتان مقبول كلهم علاج للكرونيك سيادتش بس ربما الأفضل بهالحالة نطلع تولفابتان تولفابتان ممكن نعطى بس هي المريدة في عندها الناش في عندها الهيباتايتس والتولفابتان بالدراسة نعملت مع مرضى البوليسيستيك كيدني ديزيز كان في عنده الاتفاع بخماء الكبت بعض المرضى وبتعصى في تحذير على هذه الحالة ويتها ما عاد يفضل نعطي تولفابتان لما يكون فيه ليبر انجري أو في شيء بالليبر ويتها هات الخيار مروم محبداً عند هذه المريدة مين بتختاروه اليوريا ولا الصودوميكورايد تذكرونه هي ميضة عندها جفاف بالفم راينويس وما عم تقدر تلتزم هي الليتر باليوم اعطاء الصودوميكورايد هون ما حيكون يعني صراحة أنا من تجربتي العملية حتى عند هذون المرضى اليوريا أكثر فعالية من الصودوميكورايد بالأورال تابتس من بالإدرار تحسين الإدرار يعني والاستجابة الحيبوناتريمية فربما الخيار الأفضل عند هذه المريضة هو اليوريا اليوريا هي ظروف هي ساشات بعطيها 15 جرام الظرف الواحد نعطى كل 6 ساعات وفي منها طعمات هلأ صارت على ليمونات أو على ليمون مثلاً ويعني حسب المتوافر عنكم اليوريا ربما هون هو الخيار الأفضل طبعاً خلي ما يأكل اللحم ويأكل البروتين ربما خيار جيد بس مو دائماً هي مشكلة البروتين بدون يوريا أحياناً فمتل ما اتفقنا الخيار الأفضل هو بلسكاب يوريا عندها السيادش أظنكم مقنعين وهي السيادش هي كرونيك هايكوناتريميا ربما سبب السي أو بي دي اليوريا طريقتها بتسطيح السوديوم إن هي بتساعد على طرف الماء الحر وهذا شيء بيخلي الماء يروح وبالتالي السوديوم يتحسن في دراسات عليها إن هي فعالة ربما ما في دراسات كبيرة لذلك هي ما أنا مرخصها كدواء بأمريكا يمرخصها كسبليمنت إن هي بتصحيح السوديوم الدم بالنسبة ل طبعاً إن هي عندها فولز عندها جيت أبنوميتس فأنك تركها بدون علاج ما أقول هذا كلام أبداً الإلكترونيك هايبوناتريميا أسوسييتد مع إنكليز ريسك في زيادة خطر الكسور لاحظوا إنه الحايبوناتريميا كان سيوميليت الأوسيوكلاست الكاسيرات العظم والتالي ممكن تحرد على أوسيوكروسيس ففي عندي رابط حقيقي أو يعني بالنسبة لأسوسيوكروسيس الكسور فإنه تقول ما فيه علاج أو تتركها بدون علاج ما هو خيار مقبول لهذه المريضة هلأ تقول البابتا مثل ما إنه خيار مقبول مرضى السيادش بس فيه عند السيتوهيبوناتس ناش والتالي ما أنه محبت بهذه المريضة العميور الفيرابامايل يعني هي الغاية مشان تذكير بأنه هذا الدواء له التفاعلات مع غير أدمية الشيء الثاني إنه الافتي ايه الابروفل لهذا الدواء كان مدة شهر فقط ولازم يبدأ العلاج جوه المشفى فهذا الشيء ربما تنتبه عليه اقصاصاً المارسو بأمريكا بالنسبة للحبات السوديوم ممكن تتصلح السوديوم رغم إنه صراحة تجربتي معهم كانت سيئة للأمانة ما كتير هي المريضة ربما ما محبة كون العاطش عندها الـ يعني صراحة حجج ما كتير بعتبرها بس ما أظنها حتكون خيار ناجح بها ممكن نجربها بمناسبة كتير من نجربها وننتقل إليها باشرة الـ خطر مع النور مساني بهي المريضة وأظنكم تتفقون معي إنه ما بيصير ناطية أتمنى إنه الحالة كانت مفيدة غيني ننتقل الحالة الأخيرة بهالجلسة مريضة عمر 82 سنة عندها هايبوناتريميا تقييم هايبوناتريميا من أسبوع تقريباً كانت هي بالمشفى سبب الاستشفاء كانت تروماتيك سبب الـ هيموريج نزلت تحت عنكبوتية رضي سببه سقوط هي عم تاخد كانت عم أو تعالجت بالأورال نيمو ديبين نعاطت إمدوست إمفوجين أوف نورمال سالين مشان تقليل خطر السيربريل بيزو سبازم هذون المرضى هاي التدربيرون هلا حاليا عندها صداع عند نوزيا بالنسبة لفحصها المريدة دراوزي ما هي بـ ديسترس ضغطها مية أربعة وخمسة مية أربعة وخمسة وأربعنا ثمانا وثمانين سلطان هي مستطحة مية وخمسة عشر على سبعين وهي جالسة فشوية فيه أورثاستاتيك تشينجز الهارتت كمان كان ستة وتعين ارتفع للمية وستة ففيه شوية أورثاستاتيك تشينجز هي بدل على الهايبوفوليميا بس من الأول نعرف هذا الـ CVP3 وأرجو أنه ما تأخذوا هذا الرقم على أنه هو معيار للهايبوفوليميا لأنه هذا آخر شيء ممكن أتطلع عليه أنه هو سبب أو هو أنه هاي الميضة بحاجة سوائل أو لا يعني ذكره فأنا رح أبلعه بس أكيد موت CVP هو المعيار الفحص السريري والأمور التاني بتطلع على كل البازل المتمربو الـ تبعها كان 137 وهلأ مية وخمسة وعشرين بقيت التحاليل مقبولة بالنسبة للأوزمولالي بالسيروم مية وميتين وستين فهي تروح هايبوناتريميا الكورتيزول الثماني الـ TSH كان ستة الطبيعي حتى أربعة ما هي ما هي ما هي كومة والتالي ما في نقول الـ هو السبب الـ يورن صوديوم الـ يورن أزمولالي أربعمية وخمسين مقارنة مع آيبوناتريميا فعنده ارتفاع بالـ هل هذا أبريض أو أبريض باب شخص سيادش ونسيادش الفراكشن باليوريك أسد كان 25% وفراكشن بالفوسفورس كان 20% فطبعا نحن بالسريريات إلنا في علامات نقص حجم إنه في عنده أورثوستاتيك تجينجز هلا إن عطيت الليتر نورمال سارينا عزاس إنه هي هي على مدى أربع ساعات السيروم صوديوم صار مية وخمسا وعشرين كان مية وخمسا وعشرين صار مية وخمسا وعشرين يورون صوديوم من الخمسا وخمسين واليورون أس موليتي اتحسن أو انخفض للميتين وثمانين كان أربع مية وخمسين صار ميتين وثمانين صار ميتين وثمانين ستيل هاي صار البول شوين لمدة أكتر من الأول فما هو تشخيصكم أو تفسير نقص الصوديوم عند هاي المريضة هل هي قصور كذري؟ أظن العيار الكذر كان طبيعيا هايبوثيريدزم ما تقولوا هايبوثيريدزم لحتى تشوفوا كومة والمريضة ما عندها أي سبب آخر لنقص الصوديوم هايبوثيريدزم يعني ممكن سيربرا سالت ووستينج أو سيادج هايبوثيريدزم هايبوثيريدزم حقيقة المريضة ما عندها أعراض نقص حجم ما عندها سبب لنقص الحجم ما تقولوا هايبوثيريدزم فأنا بدي أطلع على التشخيصين الأخيرين حقيقتا السيربرا سالت ووستينج أو السيادج وهي نزف تحت عنكوتي فهو واحد من اثنين البيميز بيناتهم حقيقة هو التشخيص الأشيع هو السيادج التشخيص النادر هو سيربرا سالت ووستينج بهذا السؤال عم نحاول ننبهكم إنه إذا كان ما يدفي عنده عراض نقص حجم فوالله العليم إنه تشخيصه سيربرا سالت ووستينج فالجواب عنده الحالي هو سيربرا سالت ووستينج والتربير هو يتعويض الحجم هلأ النقطة التعليمية بالموضوع إنه الهايبونترينيا الشائعة المرضى السيربرا كينويد ممكن توصل لحتى 50% والسيفير هايبونترينيا اللي بيها بالتعريف أقل من 130 ممكن بعض الدراسات وصلت لعشرين بالمئة من المرضى هلأ بالنسبة للحالات السيفير حسب التعريف أقل من 130 السيادج كان السبب المسؤول عن الحالي بستين مئة من الحالات والسيربرا سالت ووستينج فقط بستين مئة من الحالات فهي الأشعة عشر مراتية السيادج ونادر إنه تشوف سيربرا سالت ووستينج حتى وجودها ببعض الأكاديميين بيعتبروها كونتروفيرسا إنه هي ما موجود هذا التشخيص أصلا بس يعني إحنا لو كان في علامات هايبوفوليميا صريحة ربما بتقول إنه هاي مور إنه هاي مور إنه هذي الكليا عمطية ملح بسبب البريل نتر يريتك بيبتايد مثلا وهذا الشي يعني موجود ما فيني إنفي وجوده بالمطلق ما فيني ألزيله هلا كلاهما بيؤدي إلى هايبو أوزمولور هايبو نترينيا ترو هايبو نترينيا كلاهما بيخلي الماء يحتباس والسبب إنه ال-ADH بيرطلع سواء إما بالسيادة شية ال-ADH اشتحاله بيكون في عندي هايبوفوليميا triggering ال-ADH وكلاهما يؤدي إلى بلازمة ممددة ويورين ال-ADH 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 نقص الحمد البول بالدمع فكرة وال-ADH ال-ADH زيادة طرح اليوريت الحمد البول هي علامات مميزة كلا المرضين بينما مثلا لو لقينا حمد البول عالي هذا بيمشي مع ال-Hipovolemia هاي بس مشان تعرفوا إنه الفرق بين ال-Hipovolemia وبين سالج أو سير بسالت واسلنج هايبويوريسيميا كلاهما بيكون اليوريك أسيد نازل بكل ال-ADH كلاهما بيترافق مع ارتفاع ال-ADH مثل ما حكينا ال-Volume status ممكن يكون هو الأساس بالتمييز من حالتين هو أحيانا كتير صعب يتميزه إنه هايبوفوليميك أو ييفوليم بهاي الحالة كان فيه orthostatic changes وبالتالي بيمشي مع ال-Hipovolemia هلأ ممكن تمييز ثاني إنه ال-Fraction Execution of U-rate ممكن تتحسن بتحسن ال-Hipo-Natremia بالسيادج بينما ما تتغير بالتم ال-Fraction Execution of U-rate عالية بمرضى السير بسالت واسل مثلاً هذا أحد الخيارات ال-Hipo-Phosphatemia نقص ال-Phosphorus or High Phosphorus Execution ال-Phosphate Execution 20% ربما أكتر بتمشي مع Silver Salt Wasting بس مرة ثانية أنا عمعطي يعني كلامي حتى هذا السؤال ما كتير 100% بميز لك بيناتهم Silver Salt Wasting Patient بتحسن السوديوم تبعهم وال-Dilution تبع ال-Yuron بتحسن لما تعطيهم شوية حجم بين المرضى السيادج ما بتحسنوا هذا الشيء ربما هو الفرق بالأساس أنك تجرب تعطيهم Volume Expansion وهذا الشيء ممكن يقول لك أنه أنت عم يتحسن المريض السوديو تبعه وعم يتدهور فإذا عم يتدهور فهو مورسل مور إذا عم يتحسن فهو مور مور إذا فيه أعراض عصبية شديدة فأنت لازم تعطي 3% ما فيه خلاف هالمورو وزم دماغي يعني 3% سواء كان سيادج أو سربة وصلة وصلة فكي بكون أظن وصلت لنهاية الجواب وإن شاء الله مننتقل للقسم الجزء الأخير من الأسئلة أظن فيه عندنا فيديو أخير وإن شاء الله متابعة جديدة السلام عليكم